القضية المهمة التي أريد الإشارة إليها المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة تعتمد على ركني العقيدة وعلى أسس المعرفة وهما التوحيد والولاية حين أقول الولاية الولاية أعم فهي تعم النبوة والإمامة الزيارة الجامعة الكبيرة تبتني على هذين الأساسين تبتني على أساس التوحيد وعلى أساس الولاية وكما قلت قبل قليل المراد من الولاية بمعناها العام بمعناها الأعم النبوة والإمامة وما يتفرع عليهما من موالاة المؤمنين ومن البراءة من أعدائهم فالولاية للنبي ولآله ولأشياعهم والبراءة من أعدائهم جميعا حين أقول البراءة من أعداء المؤمنين المراد من العداء ليس العداء الشخصي وإنما العداء لأجل محمد وآل محمد لأن المؤمن قد يواجه في حياته أعداء النبي وأعداء أهل البيت عموما لأن النبي معصوم ولأن الإمام معصوم فلا توجد هناك عداوات تأخذ بهذا المنظار أنها عداوات شخصية العداء مع النبي ومع الإمام المعصوم عداء مع الله مباشرة ومن سب علي فقد سبني ومن سبني فقد سب الله العداء مع النبي مع الإمام المعصوم هو عداء مع الله مباشرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها رضاؤها رضى الله سبحانه وتعالى وسخطها سخط الله سبحانه وتعالى إذا رضيت رضي الله وإذا غضبت غضب الله سبحانه وتعالى فالعداء والمودة مع المعصوم تكون مباشرة مع الله أما مع أوليائهم فإن أوليائهم يواجهون في الحياة نوعين من العداء هنا قد يكون عداء شخصي لمسائل شخصية لأمور عائلية هذا لا يدخل في البحث هنا وإنما البحث في هذه المسألة إذا كان العداء مع أشياع النبي وأشياع أهل البيت لأنهم أشياع النبي لأنهم أشياع أهل البيت العداء يأتي من هذه الجهة إذا كان العداء من هذه الجهة فإننا نبرأ من أعدائهم ويدخل هنا العداء والولاية والبراءة في بعدها العقائد على أي حال كما قلت قبل قليل الزيارة الجامعة الكبيرة مبنية على هذين الأساسين التوحيد والولاية ومن خلال شرح الزيارة سيتضح لنا مضمون التوحيد وسيتضح لنا مضمون الولاية بمعناها الأعم وهنا أشير إلى هذه القضية إلى أي قضية إلى أننا لا بد أن نجعل أساساً وميزاناً لحديثنا في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة هذا الميزان يشتمل على نقطتين يشتمل على فرعين يشتمل على أصلين قل ما شئت الأصل الأول كل كلام كل حديث كل فكرة تمس بالتوحيد فهي باطلة لأن أساس الوجود التوحيد ولأن أساس الدين التوحيد ولأن أساس العقيدة التوحيد فكل كلام يمس هذه العقيدة ينتقص من هذه العقيدة فهو كلام باطل من أي جهة صدر من أي أحد صدر لأن الأساس الأول في عقيدتنا هو التوحيد وما غير التوحيد من العقائة فهو يندرج تحت التوحيد أي عقيدة كانت وأي معرفة كانت فإنها تندرج تحت التوحيد هذا الأساس الأول الذي يجب أن يكون سياجاً وحصناً حامياً ومانعاً كما في الحديث هناك عندنا حديثان رضويان كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي وحديث رضوي آخر أيضاً ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أولاً التوحيد وثانياً ولاية أهل البيت ولاية النبي وأهل بيته معرفة النبي وأهل بيته معرفة الولاية معرفة الولاية لا حدود لها مقامات أهل البيت لا حدود لها لكنها دون التوحيد نزهون أرباباً تعبت وقولوا في فضلنا ما شئتم هكذا قال سيد الأوصياء هكذا قال أئمتنا نزهون أرباباً تعبت أبعدونا عن هذه المنزلة وقولوا في فضلنا ما شئتم فإن الباب مفتوح لكم وإنما صار الباب مفتوحاً لنا لأننا مهما تعمقنا فإننا لن ندرك معشار العشر من فضلهم ولذلك أصبح الباب مفتوحاً لنا لأننا مهما ذهبنا بعيداً في الفكر فإننا لن نصل إلى شيء من حقيقة مراتبهم ومقاماتهم العلينية ومن هنا سيكون الضابط سيكون الأساس سيكون الميزان سيكون السياج سيكون الحصن الذي نتحرك في داخله هما هذان الأساسان الأصل الأول التوحيد وهو العقيدة الأولى والأخيرة وغير التوحيد من العقائد فإنما هو يندرج تحت التوحيد معرفة أهل بيت العصمة معرفة النبي وآل النبي معرفة محمد وآل محمد ما دامت دون التوحيد فإن الباب مفتوح فيها نزهونا أرباباً تعبت وقولوا في فضلنا ما شئتم لكن ذلك لا يعني أن نقول قولاً كيفياً أن نأتي بالكلام من جيوبنا الخاصة ومن حساباتنا الشخصية وأن ننشع الكلام هكذا أن نبتدعه ابتداعاً من دون أساس مردنا الأول والأخير إلى حديث أهل البيت إلى الأصول الأربعمائة أين نجد حديث أهل البيت نجده في الأصول الأربعمائة وهذه الزيارة الجامعة جاءتنا من هناك جاءتنا من ذلك المنهل العاطر ومن ذلك الغدير المطهر من غدير حديث أهل البيت من غدير علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن ننهل من ذلك الغدير ونرد إلى ذلك الغدير ونشرب من ذلك الغدير ونتطهر بذلك الغدير وضوء عقيدتنا ووضوء ديننا من ذلك الغدير ترجمة نانسي قنقر